واسطتعا للأصوات المنتقدة لرفاهية رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو وسوء استخدامه للأموال العامة أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن خفض الانفاق العام في موازنة عام 2013 و14 التخفيضات شملت اقتطاع ما قيمته ثلاثة مليارات شكل من موازنة الدفاع أي ما يعادل حوالي مليار دولار أمريكي قررت أن أجتمع بمجلس الوزراء من أجل أن أعلمه بقرار تخفيض الاقتطاعات من موازنة الدفاع بمقدار مليار شكل التخفيض لن يؤثر على النفقات العامة لكن قوات الدفاع الإسرائيلية بقيادتها وجيشها وسلاحها هامة جدا لأمن إسرائيل قرار نتنياهو بالتخفيف من الاقتطاعات في موازنة الدفاع بما مقداره مليار شكل جاء الاحتواء الغضب الذي أثاره طلب وزير المالي إير لبيد في أوساط الجيش بخفض موازنة وزارة الدفاع بقيمة أربعة مليارات شكل محاولة نتنياهو للتخفيف من حدة إجراءات التقشف وتأكيداته المتكررة على عدم تأثر القطاعات العامة الحيوية بها لم تكن كافية لطمأنة الشارع الإسرائيلي الذي صب جام غضبه على وزير المالي الجديد مع الوضع الاقتصادي الراهن الكثير من الناس وثقوا بيئير لبيد وعلقوا أمالا عليه إلا أنه خيب ظننا فهو يدعم الأغنياء ويمنحهم مزيدا من الامتيازات على حساب الفقراء هذا شيء لا يمكن قبوله أبدا الشارع الإسرائيلي على ما يبدو ليس سعيدا من السياسات الاقتصادية للحكومة فالكثير من الإسرائيليين وجهوا في الفترة الأخيرة انتقادات لاذع لنتنياهو حول ما أسموه بنفقاته غير الضرورية والتي يتحملها دافع الضرائب إنفاق مبالغ طائلة على البوضة ووضع سرير في رحلة تيران لا تستغرق أكثر من خمس ساعات ليس بالأمر الضروري على الإطلاق هذا أمر يؤلمني كثيرا الأسمة المالية العالمية تلقي بظلالها على الكثير من الدول المتقدمة ومنها إسرائيل التي تتمتع باقتصاد لا طالما اعتبر من أقوى الاقتصادات في الشرق الأوسط ومن الواضح أن موافقة نتنياهو على اقتطاع مبلغ كبير من موازنة وزارة الدفاع الهدف منه التجديد على ضرورة تطبيق خطة التقشفة التي تقول المعارضة العمالية إنها تضر بالطبقات الفقيرة واللافت أن هذه الخطوة تأتي في ظل الظروف الإقليمية الراهنة والتي تقول إسرائيل إنها تستدعي المزيد من الحيطة والاستعداد الأمني سمح حمدان بي بي سي